موسيقى قال يسوع أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف مفهوم الراعي مفهوم معروف للفكر اليهودي في العهد القديم والبشير يحنى عندما يكتب يأخذ استلاحات عبرانية موجودة من القديم وطبعا يتكلم فيها عن شخص المسيح أو بالأحرى المسيح يتكلم بها عن نفسه كقوله أنا هو خبز الحياة أنا هو نور العالم أنا هو الراعي الصالح أنا هو الباب القيامة والحياة الطريق والحق والحياة أنا الكرمة الحقيقية وهكذا أنا هو الراعي الصالح بالمقارنة مع الرعاة اللي هم غير صالحين وهذا الاصطلاح عن الله مكتوب في العهد القديم الرب راعية فلا يعوزني شيء الرب هو راعي شعبه مكتوب الرب راعية في آية أخرى يا راعي إسرائيل في إشعياء كراع يرعى قطيعه وطبعا نشوف إصحاح كامل بيتكلم عن رعاة إسرائيل بالمقارنة مع راعي الرعاة اللي هو الله في حسقيال أربعة وثلاثين عندما يبتدأ ويقول ألا يرعى الرعاة الغنم أو كما قال أرمياء في إصحاح خمسين يعني إسرائيل كان كخراف ضالة على الجبال كل من وجد كان بينهش من هذه الخراف طبعا بيتكلم ضد قادة إسرائيل ومشوفنا رعاة كثيرون في العهد القديم من هابيل ليعقوب ليوسف لموسى لدؤود لعامس وطبعا رئيس الرعاة راعي الرعاة اللي هو يسوع المسيح موسيقى